عندي كمان خبر مهم بيتعلق بالجهاز أو جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي وإحنا عارفين بعد إقالة أو توجيه الشكر الكابتن طارق محروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي النهاردة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أعلن على تشكيل الجهاز الفني لكرة اليد والمقدم من ياسر لبيب الرئيس الجهاز الجديد وزي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة التشكيل على النحو التالي سأقوله لحضراتكم كابتن أحمد سالم محمود القائم بعمال مدير الفني كابتن هشام عبد الوهاب أحمد مدرب عام كابتن هاني حسن عباس مدير إداري كابتن محمد أبو زيد عبد الغفار إداري دكتور محمد إبراهيم محمد طبيب الفريق كابتن مصطفى نجيب السيد أخصائي العلاج كابتن محمد شهيري الديب مدلك كابتن أحمد محمود الدعور مخطط أحمال كابتن خالد عبد المعطي عثمان مدرب حراس مرمى كابتن محمد سليمان محلل فني رجال كابتن أحمد محمد القط محلل فني سيدات كابتن أحمد السحيلي مدرب فريق 2002 كابتن أشرف عواض عبده مدرب فريق 2004 وأكيد نتمنى لهم يا رب كل التوفيق عندنا شغل كبير قوي قوي عايزين نعمله في كرة اليد عندنا طموحات كتير جدا 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 جمهور الأهلي بصراحة مستنيها من فريق كرة اليد هما رجال لعبة كويسة محتاجين شوية كمان تدعمات أكيد الإدارة هي قضرة بالجانب ده كله إدارة النشاط الرياضي بتنسيك مع إدارة النادي الأهلي فبالتالي إن شاء الله الناتج حنشوفه قريب يكون فريق كرة يد أفضل من كده بكتير ويحقق كل طموحات جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاي دي بعض الأمور وبعض المواضيع اللي حبينا نتكلم فيها ونتناقش فيها مع حضرتكم هروح لفاصل بعد الفاصل لست عندنا أخبار كتير كالعادة بتتقلع على الأهلي في السوشيال ميديا لكن كمان عندنا تعليق عليها فاستنون